السلام عليكم اخوتي اخوتي انتمنتكم بألف خير مرحبا بكم في قناتي وقناتكم كوزين ماها اذا قد مركبتوا القناة نتمنى تشتركوا وتفعلوا جرس باش توصلوا دائما كل جديد الوصفات لما ان شاء الله نحضر معكم فطائر من قرمشة بدون ورقة البسطيلة كيجون هائلين نتمنى ان الاجب جلكم ان شاء الله تجربوهم خليكم مع المكونات بطريقة تحضير ندعو الى بركة الله في البول نضع كأس الحليب بارد كأس الماء عادي للصنبور بارد ملعقة صغيرة للملح بيضاء واحدة نخلطهم بالضرب اليدوي بشكل هذا ونضيف دقيق بالنسبة للدقيق يكون لنا مغربة لطبيعة الحال ونضيفه تدريجين ونضيف كيس الخمير لطبيعة الحال ونضيف 8 جرام ونضيف دقيق تدريجيا ونخلط ونضمع الخليط باليدوي حتى نحصل العجينة التي تكون لدي مرخوفة كيف لا تلاحظه ونضعها في بلاستيك غدائي ونجعلها ترتاح وبالنسبة للحشوة في ميقلات ونضع بصرة التي قطعتها مربعات ونضيف أفلافل حمراء صفراء وخضراء ورق الرند وصدر الدجاج الذي سلقته ونضيف ملح لحسب الضوء ونضيف ملح ونضيف تومة بودرة ونضيف القليل من الحر ونضيف سكنجبير ملعقة صغيرة ونسبة ملعقات كوركم ونضيف ملعقات الحامض أو خل العادي ونضيف المعدنوس ونحرك بهذا الشكل هذا ونضيف ملعقة كبيرة للسلسة أجل الطماطم ونضيف فيها ونضفت العجنة نحاول انقاد العجنة بهذا الشكل ونقسمه على blink وكЭلك أخزم طرحت هذه الإرسOP لنحصل على 3 الأجزاء على الإرسOP و كذا قوم بمضح ايضا لكيام اعضل المعينة و سعب مضح اتجعل العزين فكرة يمكن ان يتمدفلها و سأتجعلها و سأجد هذا يكفي والذي اطلقت العجنة ديالي كنعمل زبدة مدابة بالنسبة لزبدة انا كنعمل زبدة دي لتوراق اللي هي المارغارين وكندهن زبدة العجنة كاملة وكننلف بها تطريقة هذي وانا كنعمل زبدة في الجوانب وكنعاود انلف الاطراف بهذا الشكل هذا وكنعمل زبدة وكنقلبك الجينة على شكل رغيفة وكنطلق العجنة الثانية بالنشا عمل سطح العمل النشا وكنطلق العجنة تكن حصري العجنة اللي كتكون عندنا رقيقة ومطلقها مزين ومن اللي اطلقتها كنوضع الزبدة وكنعمل اللي عدلت معاكم كنعملوها في الوسط بحال اللي كان نغلفوها بها الرغيفة اللي أولا كان نغلفوها برغيفة الثانية وكنعمل الزبدة بهذا الشكل ضروري ضروري من هاد المرحلة وكنقلب بهذا الشكل هذا وكنكمل بقية الكويرات اللي بقين عندي بنفس طريقة وكنتما كتلاحظوه دبا كان نعمل السطح العمل النشا وكنطلق بالدلك العجنة اللي عدلت معاكم او الرغيفة كانت تلقى مزين وكنناخد شي سكين او قطع دي البيتزا وكننزول الجوانب وكننقسم العجنة على زوج وكنولي انقسمها على ثلاثة وكننضيف الحشوة بالنسبة للحشوة اللي كتكون عندي باردة باش مكتقطع العجنة دينا وكننعمل فخوماج مزاريلا باش كي اعطينا التعليكة في الفطائر دينا باش مكتبع وكيفما تلاحظو ننف بهذه الطريقة وكننقلب الحشوة بهذا الشكل هذا وكنننزول الجوانب بقطع دي البيتزا وكننكمل باقيات دي اله الفطائر بهذا الشكل هذا نحاول الان ان نضغط عليهم الجوانب باش مكتبع باش مكتبع الحشوة وكننقطع بالقطعة البيتزا ومن اللي وضعتم في الطالع مثل ورق الطبخة من نسبة للدهن ادهنت بصفر بيضاء كل حليب وكندخلهم بالفرن اللي يكون ساخن علي الدرشة حرارة 220 وكننشغله الفرن من اسفل ومن الاعلى و بالنسبة للدهن نقطعهم بهذا الشكل هذا لشكل أشريطة بقطعة البيتزا أو لبسكين يأتي فيهم المنظر جيدا ومليطابولي هذا هو شكل نهائي يأتي هنا غزالين كثيرا ومورقين ومقرمشين أتمنى أن أعلم الإعجاب لكم إن شاء الله تجربوه وكيف كتلاحظوك يتقدموه بصحة وراحة وإذا أجبكم هذا الفيديو نتمنى توصلوه الأكبر عدد من اللايكات واتبغتها جواه مع الحباب ديالكو ومتلقاو مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله